اشتركوا في القناة والتواترات السياسية والعسكرية والصراعات التي يرغب البعض في إسنادها إلى الطوائف والمذاهب والطبائع والتي يشهدها العالم الإسلامي منذ فترة ليست بالقصيرة إلى أبعاد تهدد أمن المنطقة بل والعالم الإسلامي بأسره بطريقة لا يمكن معها تعويض خسائر يمكن أن تحتس من جرائها وزاد هذا التواتر الحاصل أكثر بسبب الفوضى التي شهدتها المدن العراقية والسورية مؤخرا وفي مقدمتها مدينة المصل وإن الرأي العام العالمي يتابع هذه الأحداث كافة بقلق كبير وتعتبر التصريحات المتضمنة لعبارات العنف المتبادل في إطار هذه الوتيرة والبيانات الجهادية والتهديدات الموجهة لتدمير الأماكن المقدسة وعمليات خطف الأشخاص وقتلهم تعتبر بمسابة الهزات الأولية للكوارث الدخمة التي شارفت على الوقوع وإذا ما تفاقم حجم هذه الأحداث ووصلت إلى نقطة لا يمكن معها الحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يحدس في المستقبل فلا ريب أن العالم الإسلامي سيشهد وقتها انقسامات دائمة من النواحي الإنسانية والاجتماعية والدينية والمذهبية على حد سواء وفي هذا السياق ندعو الجميع إلى التكاتف من أجل إيجاد حل للمشكلة والتصرف في إطار النقاط التالية أولا إن الهوية الإسلامية تسم على كل أنواع الانتماءات المذهبية والاجتماعية والسياسية ولا يجب أن يسمح أي كيان ديني للمساعي ذات المضامين السياسية أن تتطور لتصل إلى حد الإضرار بالأخوة الإسلامية والوحدة الإسلامية ولقد حرم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المساس بأرواح الناس ودمائهم وأموالهم وأعراضهم كما يعتبر قتل النفس بغير حق أكبر الجرائم من الناحية الدينية الإسلامية ثانيا لا يمكن بأي شكل من الأشكال إدارة مجتمع عاش منذ 1400 عام متجانسا بالرغم من اختلافات أعضائه من خلاله كيان يعتمد على الأسس الدينية والمذهبية والأرقية هذا إضافة إلى أنه لا يمكن لأي شخص أو جماعة أن تعلن الحرب على معتقد أي شخص أو تجاه قيمه أو أفكاره وينبغي للجميع أن يكون لهم الحق في العيش بحرية على أراضيهم بالطريقة التي تتناسب مع تراثهم التاريخي ويجب أن ينظر إلى أي موقف أو تصرف عكس هذا الاتجاه على أنه عنصر راغب في إحداث الفتنة في هذه الأراضي موطن السلام والأمان سالسا يجب أن يعتبر الجميع أن هناك فتنة كبرى في النظر إلى الاختلافات بين أهل السنة والشيعة وأهل البيت الفريقين الذين ظهروا في إطار التطور التاريخي للإسلام على أنها عداوة بين الجانبين وتطوير استراتيجي الصراع سياسي يومي من خلال هذا المفهوم الخاطئ فأهل السنة أيها الأحبة أيها الإخوة فأهل السنة وأهل البيت ينتمون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكن قبول الادعاء الذي يقول إن هذين العنصرين يعيشان صراعا فيما بينهما ومن ثم الدفاع عن هذه الفكر رابعا لا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة على اعتبار أي جماعة أو فرقة أو طائفة مسلمة مفهومها الديني أنه الحقيقة المطلقة وأن تقصي المفاهيم الأخرى وتكفرها وتحكم بالقتل على من تكفرهم كما أنه من المستحيل أن يتلقى أي منهج أو مفهوم أو رؤية تطفي صبغة شرعية على مثل هذه المفاهيم الدعم من الدين الإسلامي خامسا إن كل شخص يقول أنا مسلم يدخل في دائرة الإسلام هذه قاعدة وليس لأحد صلاحية إخراج أي شخص من الإسلام وكما أن الجماعات التي تتخذ التكفير أساسا لتفكيرها قد حكم عليها من قبل الضمائر المسلمة في الماضي فمن الواضح أن هذه الأفكار البدعية حديثة الظهور لن تلقى قبولا اليوم من جانب الضمير الجماعي ولن تسمح بصيرة المسلمين من أصحاب العقل والضمير وفراستهم لهذه الكيانات أن ترسخ أقدامها في أراضي العالم الإسلامي سادسا لا يقبل أحد أن يقوم كيان سينشأ على إنقاذ عمليات إباضة الرجال والأطفال والنساء الأبرياء العزل من ضحايا صراعات المصالح وإخراج الناس من ديارهم بغير حق أن يدعي بأن منهجه متوافق مع الدين الإسلامي سابعا أيها الإخوة الكرام لا يمكن أبدا قبول أحد الأطراف المتنازعة في العراق أن يطلق تصريحات تهديدية موجهة لهدم أضرحة شخصيات معنوية ذات أهمية لدى أهل البيت مثل السيدنا علي رضي الله عنه والسيدنا الحسين رضي الله عنه وأب الفضل العباس الموجود في النجف وكربلا وإن هذه الوضعية تظهر كيف سيبتعد المسلمون على الاستماع لصوت العقل والحكمة ذلك أيها الإخوة أن الأماكن الاستثنائية مثل النجف وكربلا وكذا كبراء أهل البيت مثل السيدنا علي وسيدنا الحسين وأب الفضل العباس ليسوا قيما خاصة بالشيعة أو السنة فقط بل هم قيم كبيرة ومشتركة للأمة الإسلامية بأسرها سامنا لا يمكن أبدا الموافقة على أن يعلن أحد الأطراف الجهاد على طرف آخر ذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لم يأمر بالجهاد الذي يعتبر فيه مسلم دم أخيه المسلم وروحه حلال يفعل فيهما ما يشاء وإن أكبر أنواع الجهاد التي يجب على المسلمين اليوم الاهتمام به جميعا هو الجهاد ضد الجهل الجهاد ضد تعصب الجهاد ضد الفتنة الجهاد ضد الفرقة ولا يستطيع أحد أن يرى أنه مشروع أن يعيش الآخرين الظلم في إطار إدعاء الجهاد ضد المظالم تاسعا من المقلق للغاية أن تصدر فتاوى من علماء ومؤسسات دينية بطريقة عفوية في ظل مثل هذه الأحداث التي تعيشها الأمة حاليا ويجب أن تكون أكبر مسؤولية تقع على عاتق علماء الدين اليوم هي إعادة تأسيس أخلاق وقوانين العيش جنبا إلى جنب في سلام مع الأخذ بعين الاعتبار الإختلافات الدينية واللغوية والطباعية والمذهبية والإدولوجيلي الموجودة في العالم الإسلامي وذلك بدلا من أن يصدر فتاوى داعية لتقسيم المجتمعات المسلمة واليوم كما أن ليس هناك قيمة لكلمة لا تطفئ نيران الفتنة المشتعلة فإن الفتاوى التي تتسبب في إراقة الدماء ليست ذات قيمة في الأخرى وإلا فإن العالم الإسلامي سيتحول بأصره إلى بيئة مليئة بالجريمة والعلماء المسلمين مع الأسف سيتحولونهم أيضا إلى شركاء في هذه الجريمة وإن متابعة هذه التطورات بقلق فقط لا يكفي فعلينا كعلماء مسلمين جميعا التكاتف والتضامن وبذل الجهد المشترك من أجل إطفاء نار هذه الفتنة وشيكة الوقوع قبل أن تنشب في المنطقة الجغرافية كافة عاشرا وأخيرا يا إخوة الكرام ينبغي لكل ممثل المؤسسات والهيئات الإسلامية في مناطق النزاعات الساخنة أن يجتمعوا سويا ويطلقوا مبادرات لحل الديني والأخلاقي الدائم للقضايا التي تعيشها مناطق الصراعات والتي يأتي على رأسها العراق وسوريا كما يجب على هيئة تشكل من قادة الرأي في المجال الديني والمعنوي في العالم الإسلامي أن تبادر إلى طرح مبادرة من أجل القضاء على حالات الاستقطاب التي تركز على الإختلافات المذهبية والطائفية ذلك فضلا عن ضرورة تحمل المؤسسات والهيئات الإسلامية المتمتعة بالصفة الدولية المسؤولية في هذا الإطار وتتشرف رئاسة الشؤون الدينية في جمهورية تركيا أن تتزعم مثل هذه الجهود الرامية لجمع شمل علماء الدين من الشيعة والسنة في جميع أنحاء العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته